بمية محمد صلى الله عليه وسلم اليوم نتشرف بحبور بوفنا الكرام الذين قدموا إلينا من أرض سوريا ومن أرض مصر ومن أرض ومن أرض أغراموت الحوضة عندنا العمامة الشيخ محمود حوت من كبار علماء حلب سوريا والمنشد الإسلامي الشيخ حمدي كانجو المخزومي من حلب سوريا والمنشد المصري الأستاذ الجالي السرقوسين هارب يونس من مصر والأستاذ أحمد راعي الضغاب من حلب سوريا وإننا ضيوف من أرض حضراموت الحوضة الحديد الداية السي عبد القادر التيلاني الحبشي والسيد الدعية عمار المحبور الحبشي والحبيب الدعية الأستاذ الضفر من حبيب علي مشكور المحبور 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 اشتركوا في القناة 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 الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عقل الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا وفرج الله اشتركوا في القناة ايها المجتمعون منزم بواسبحانه وتعالى تسلط對吧 لكي أصببه ينتمي ويتوك لكي أصببه يريحما تلولته وبعضي يتوسي وما أصنعك إلا رحمة الله فنزي زوكي زلطولي نموذى وليقواتنا سفادي وكراجي سوالزيتو زمي فيك وكوكيه الحبيب الأعوام الحمد لله كمشكرو منزيوك وليم كمهيني حكونا زايد ولا حكونا نيما زايد يمتوني محمد متوني أماي الكبريكان مجبالي ميتي حيواني كمشكرو منزيوك وليمتوني محمد إنما كنتم متهلل والتمجيد والتسجي مونا القوم بملايك على وقدرية نور ياكي أولوبيا أقاو فاني بيوم بملايك لخطان الرحمن لخطان الرحمن كنتي اشتركوا في القناة 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 لمن يتوليها صدق يحشيك يا سيدنا وحبيبنا نكون هنا ندي على البتلالاية أمانا كما بيكو ميوات هي كما من إماء الأنبياء والمسلين صلى الله عليه وسلم أيها الستمون المحتمون هل نفصة غنيمة ثمينة برودة السسنة بك محمد أغنيها السلطة وتليف والاوالة والشمزاوي والداردة والعومة حتى الجانة نصوت نتعني هنا وقافي كتك من الملايكة هنا وقافي أخوة ولستمانا كتك أولي الله كتك حضر إلى من تبعيته محمد خيبون تومي تقرأ في مزول كبسا نا ليلة القرآ نتجرب الموقع كتك يوم الأزهر لحب الصلاة ذيكو زيلاك حبيبنا محمد كراب وبالي السلمة نا مكسانيكو ميما نا kuraha za nyuso zonokuwa za mtenda kutunimema نزموا tudumishe katika mahapa kama haya نزموا kungamanisha niyoze tu نزموا jalie haya yangie mahapa katika majumba yetu katika miskizi yetu katika kazisi yetu katika kama yetu mahafini yetu iwekila upitako aswali wa mtumi Muhammad atajwa mtumi Muhammad akunguku wa mtumi Muhammad kwa sababu ya mtumi yuhu isi ndo tifamili ya zikizi yetu aunoshe marabi yetu aunoshe malaya na ziyana mtumi convince mtumi kima mtumi kima amifunguliwa اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أن تصلي وتسلم صلاة وسلام يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأحبة ما أسعدني أن أقف بينكم في هذا اليوم المبارك من الشهر المبارك ونحن نحتفل بمولد سيد هذا الكون سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناس ابن بصي ابن كلاب ابن ورة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النطر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس بن مدر ابن نزار ابن معد ابن عبد سيدي يا رسول الله السلام عليك في يوم ذكراك ودامت ذكراك ما دامت الأرض والسماوات وما تعاقب النور والظلمات اسمح لي سيدي يا رسول الله وأنا لا أشكر ولا أرتاب لأنك بيننا حاضر بروحك وبعطفك وبرحمتك فأنت رحمة للعالمين أجمعين وصدق الله العظيم وإن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدي يا رسول الله اسمح لي أن أشف اللثام عن مشروعية هذا الاحتفال فنحن أيها الإخوة الأحبة مأمورون من قبل الله عز وجل أمرنا أمرا ربانيا أن نحتفل بنولد صاحب الرسالة العصماء سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه أمرنا أن نفرح بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اسمع معي إلى قول الله جل في علا قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا واللام هنا للأمر فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا نحن مأمرون أمرا ربانيا أن نفرح ونبتهج ونقيم الاحتفالات ونزين كل شارع شارع وكل حي وقبل ذلك نزين قلوبنا بمحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قل بفضل الله وبرحمته ومن رحمة الله إلا سيدنا محمد صلوات الله عليه قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهدا أيها الإخوة الأحبة إن الحواريين أصحاب سيدنا عيسى عليه السلام طلبوا منه أن يطلب من ربه عز وجل أن ينسل عليهم مائدة من السماء اقرأ قوله تعالى في آخر سورة المائدة طيب قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع يبك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال ابتكوا الله إن كنتم نؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنك صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية فأنزل الله على بني إسرائيل أنزل الله على عيسى بن مريم عليهما السلام وعلى الشعب الإسرائيلي أنزل عليهم مائدة من السماء فاتخذوها عيدا لهم النصارى اتخذوا المائدة عيدا لهم يحتفلون به كل عام وقال أن هناك مقارنة بين مائدة نزلت من السماء فكانت عيدا لهم وفرحة غامرة وبين رحمة الله للعالم رحمة الله للعالم أجمع سيدنا محمد إذا كان النصارى والمسيحيون اتخذوا الملأ المائدة التي هي طعام من السماء عيدا لهم أفلا نتخذ نحن المسلمين نتخذ يوم ولادة رسول الله أكبر عيد لنا هو العيد الأكبر للإنسانية جمعا عيد الموند النبوي الشريف هذا أكبر الأعياء وأفضل الليالي على الإطلاع وإذا كانت ليلة القطر هي خير من ألف شهر فإن الليلة التي يريد فيها سيدنا محمد صلوات الله عليه خير من الدهر كله لا توسن لا بألف ليلة ولا بملايين الليالي هي خير من الدهر كله إنها العيد الأكبر إنها الفرحة العظمى يا عيد طاها هجت حر بياني فسكبت في ذكرات كل جلالي أكبرت قدرك عن طواف قيدة ورفعت ذكرك عن مهن وأغاني فلأنت بحر زاكر لم يكتشف ما فيك من در ومن مرجاني وجدت به سفر الحياة مرابئا أمنت بها ما كان من طغياني طفل رضيعا هز أركان الوضع في مهده وهو اليديم العالي وتزلزل الكفر البريق وأولع الدنيا الضلال ودولة البهدان طاحت أداطين الجهالة كلها لما بدى الإشراق من عدنان أيها الإخوة الأحبة إن أي مسلم بل إن أي كافر إن أي يهوبي أو مسيحي يحتفل بمولد رسول الله لن ينسى الله له هذا الاحتفال إن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب الذي نزل فيه السورة تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا بات لهب أبو لهب لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بمولده وأعتق جاريته جاءته ثويبة جاريته قالت له يا أبا لهب لقد ولد الليلة لأخيك عبد الله مولود هو آية في الحسن والجمال ففرح أبو لهب وأعتق قال للجارية اذهبه فأنت حرة طليقة هل ينسى الله هذا الفرح لأبي لهب مع أنه كافر مع أنه كان شديد الطرق والطرق والحكد على رسول الله صلوات الله عليه لكن الله لا يظلم أخي يا أبا لهب قال عذاب مريع وشر مستطيع إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين فأرضع من بين أصبعي هاتين ماءً عذبًا سلسفيلًا نميرًا وذلك بفرحي بميلاد اثن أخي محمد ولذلك يقول أحد المحبين يقول إذا كان هذا كافرًا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدة أتى أنه في ليلة الاثنين دائماً يخفف عنه بالسرور بأحمد فنفضل بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورًا وما تموحدًا الله معلله وحمد الله أعلن الفرح في كل مكان في بيوتكم في شوارعكم في مناسلكم في مصالعكم في مدارسكم في متاجركم في كل مكان أعلن الفرح عبر عن فرحك عن فرحك برسول الله بالصدقة على الفقير بإطعام الطعام للفقراء بالصلاة على رسول الله بأي شيء بالسيلة بالأبواء بالأنوار بالصيام بالقيام بالدعاء هذا التعبير عن فرحك برسول الله من أعظم القربات عند الله عز وجل أيها الإخوة الأحبة لا تظنوا أنها أمسي نستمع إلى الأناشي جزي الله قطيلة الشيخ على ما أدحفنا به من مدح ينطلق من قلبه وفؤاده ودراته لحبيبه الأعظم ورسوله الأكرم جاء من نصر وجئنا من سوريا وجاءوا من بلاد بعيدة ليشارك بعضنا بعضا هذه الفرحة الكبرى وهذه النعمة العظمى وهذا اليوم العظيم إنه رسول الله إنه محمد إنه محمد إنه محمد إنه محمد حبيب القلوب حبيب القلوب لك يا سيدي لك في القلوب محبة ووفاء والمال منا والنفوس فداء يا سيد الأكوان إن لقاءكم يوم القيامة فرحة وألاو سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله معذرة كذا كما فيك تبياني وتعبير ماذا أوف فيك من حق وتكرمتي وأنت تعلو على ظمي وتقدير أقبلتك الفجر والضاحة الأسارير تدعو إلى الله في يسر وتنسير على جبينك نور الحق منبرج وفي يديك بواء العدل والنور إن أحدا من الناس مهما بلغ علمه واتسعى قدره وعلى كعبه لن يستطيع أن يوفيك حقك أو بعض حقك يا سيدي يا رسول الله أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى عليك الواحد الخلاق يا مصطفى من قبل خلقة آدم والكون لم يفتح له إغلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى عليك الواحد الخلاق سيدي كن بالله عليك شفيعا لنا يوم الكيام كن بالله عليك وسهلتنا إلى ربك عز وجل كن بالله عليك قربة لنا عند ربك كن بالله عليك واسطة بيننا وبين ربك أن يتوب علينا وأن يوفقنا وأن يرفع غضبه ومقته عننا وأن يرفع المقته والغضب عن بلاد المسلمين والعرب وأن يرفع الغمة عن بلاد الشام والعراق ومصر وبلاد المسلمين من أقصى البلاد إلى أقصاها كن بالله عليك يا سيدي يا رسول الله ونحن في يوم ذكرى نعاهدك أن نتبعك في كل أمر وفي كل له لا يكفي أبداً أيها الإخوة أن نقيم الاحتفالات ينبغي أن نتبع رسول الله في كل أمر وفي كل نهج لأنه ما أمرنا بشيء إلا وفيه نفعنا وما نهانا عن شيء إلا وفيه ضررنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائر الله أسأل أن يجعل هذا البلد بلداً آبناً مطمئناً وأن يرفع أهله وإقدار أهله وأن يجعلهم حقيقة أمة مسلمة قانتة تأثم لسيدها وحبيبها وشفيعها يوم القيامة أشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم وأسأل الله العلي لي ولكم أن يجعلنا لمن يستمعون القول فيتبعون أحسن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة